موسيقى المازق العربي الراهن يرتبط في تقديري بالثقافة قبل أي شيء آخر وإذا كانت المجتمعات العربية تمر بأزمة كبرى وممتدة نشهد جميعا تداعياتها على النسيج الوطني في بعض الدول وصولا إلى القتل على الهوية والتشريد لملايين البشر فإن علينا أن نبحث في الثقافة أولا الثقافة العربية تبدو اليوم محاصرة وكأنها تقف على جزيرة معزولة وسط محيط هائج ومضطرب ليس باستطاعتنا الوصول إلى بر الأمام إلا بمد الجسور الجسر الرابع والأخير وفي تقديري أنه الأهم فهو ذاك الذي يصل المثقف العربي بمجتمعه وأقول بكل صراحة أن الأحداث التي عصفت ببعض الدول العربية في السنوات الخمس الماضية كشفت عنه وواسعة تفصل بين المثقف وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الاستجابة للتحدي ختاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر